في ليلة الفوز التاريخي لناديه ليفربول على منشستر يونايتد سطر النجم المصري محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي بعدما أحرز هدفين من أصل سبعة أهداف نظيفة سجلها الردز في شباك الشياطين الحمر بهدفه الأول في المباراة عادل صلاح رقم روبي فاولر الذي سجل 128 هدفاً لليفربول وبهدفه الثاني في المباراة كسر صلاح الرقم ووصل إلى 129 هدفاً في 205 مباريات فقط وأصبح الهدافة التاريخية لليفربول الأمر لم يقتصر على هذا فقط وإنما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية ضد منشستر يونايتد في مختلف المسابقات كما أصبح الثاني لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية ضد منشستر يونايتد في الدوري الإنجليزية بعد جيمي فلويد هاسل بينك كما بات أكثر لاعب يسجل أهدافاً ضد الشياطين الحمر في البريمير ليج متخطياً تيري هنري وسيرجيو إغويرو واستكمالاً لسلسلة الأرقام القياسية التي يعشق تحطيمها أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يسجل أكثر من عشرين هدفاً ويقدم أكثر من عشر تمريرات في جميع المسابقات في موسم 2022-2023 ومن بين مدرجات الأنفلد عانق صلاح التاريخ وبات رقماً صحيحاً بين نجوم الساحرة المستديرة محتلاً المرتبة الثانية والأربعين في قائمة أفضل مئة نجم في القرن الحادي والعشرين حتى الآن متقدماً على أساطير تربى صلاح على متعة لمساتهم للسحرة المستديرة مثل فيجو وبيكام وملديني وما زال الملك يواصل انتصاراته واضعاً أمامه مزيداً من الأهداف لتسجيلها وكثيراً من الأرقام لتحطيمها